سؤال يا حضرات مهم على الماث كورس بتاعنا مين اللي بيدرس الماث كورس بتاع مستر كريم؟ الماث كورس بتاع جودا أكاديمي الماث كورس بتاع جودا سيتي أولاً ده الماث كورس بتاعي أنا يعني أنا اللي مسؤول عنه أنا اللي بختار مين حيدرس إيه وأنا حشرح إيه وحنقسمه إزاي ده حاجة أنا اللي عملها تمام؟ طبعاً لما بقول أنا اللي عملها أنا والناس اللي شغالين معي اللي شغالين معنا في الإنجلش وشغالين معنا كمان في الماث طيب المادة العلمية نفسها مين اللي حيشرح والله عندنا math teacher miss بتاعت الماث بتشرح الجزء ده ومستر كريم في وسط الحصة دي بيشرح أجزاء المث بتاعت الماث بتشرح 80% مستر كريم بيشرح 20% يمكن الشهر اللي جاي يكون فيه teacher تاني للماث بيشرح الحصة دي كلها لبعضها ومستر كريم بيشرح الحصة التانية كلها لبعضها والمث بتشرح الجزء من الحصة التالتة ومستر كريم جزء منها ما تفرقش معاك لأن الفكرة كلها أن لما بتقول teacher ده teacher كويس أو teacher شاطر أو teacher وحش teacher ده شاطر أو كويس أو وحش في إيه في design بتاع الكورس بتاعه في اختيار الأسئلة اللي حيحلها معاك في طريق التوصيل المعلومة في المتابعة مع الطالب كل فيه حاجات كتيرة جدا بتقولك إذا كان ده teacher كويس ولا وحش كل الحاجات دي بتاعتنا إحنا إحنا اللي نمتلك الكورس ده النهارده عندنا one teacher two teachers three teachers بيشرحوا أجزاء مختلفة من المنهج أنا الحاجة اللي common فيهم كله أوكي يعني يمكن تلاقي الشهر ده حضرت معنا level one أو part one مثلا في الماث وكان فيه ميستر كريم بتشرح الأجزاء دي كلها ومستر كريم كان بيقول شوية حاجات يمكن كمان شهرين الطالب اللي يدخل part one يلاقي ميستر كريم بيشرح نص المنهج وميستر كريم النص التاني أو يمكن يكون فيه ميستر أحمد ولا ميستر محمد بيشرح جزء ما تفرقش معك الفكرة إن أنا اللي عملت design بتاع الكورس أنا اللي بوافق أو مش بوافق على الحاجة اللي teachers عايزين يحطوها براجع على الحاجة دي لما أنت تاخد الكورس حتقول لي رأيك إيه لو حسيت إن فيه حاجة محتاجة تعديل حعدلها يعني حاجة بتتطور معنا وإحنا شغلين والهدف إن أختار لك أحسن طريقة في الشرح أحسن teachers عندهم خبرة أحسن أسئلة ممكن يجي زيها في الامتحان أعلمك إزاي تفكر أديك أنا الجزء بتاعي بتاع skills والهاجس وطريقة التفكير والguessing كل ده موجود كجزء من المنهج طيب عايزين إجابة أوضح شوية مستر كريم ما عنديش إجابة أوضح من جدا أنا بدرس أجزاء من الكورس وفيه math teachers آخرين بيدرسوا أجزاء من الكورس النهاردة ممكن يكون فيه في بالي اسم مثلا فلانة أو اسم فلان بس يمكن عبال محاضراتكم تشوفوا الفيديو ده تاني كفيديو يعني كمان شهرين ثلاثة نكون غيرنا خلص الخطة بتاعتنا إنما في كل الأحوال أنا بدرس الجزء الأساسي اللي أنا عايز أدرسه أنا اللي بعلمك إزاي تفكر أنا اللي باختار نشيل إيه ونحط إيه الموضوع مختلف عن الطريقة التقليدية أنت بتروح تاخد كورس كأنك كأنك يعني بتقول أنا هروح أخد كورس English في البريتش كونسل هاخد كورس English في المركز الثقافي الأمريكي مش هروح أخد درس عند مستر فلان أو ميس فلان طب في الحالة بتاعتنا أنت هتاخده مع جودة أكاديمي اللي أنا شخصيا مسؤول عنه واسمي موجود فيه سوأ أنا اللي باختار كل حاجة ولو في حاجة كويسة يبقى توفيق من عند ربنا لو في حاجة وحشة يبقى أنا الأساءة الاختيار وأنا اللي غلطان وأنا هعدل الحاجة دي مشي؟ يعني وعجبك طريقة شرحي أنا وعايز تشتغل معي أنا إن شاء الله كورس ده حيبه حلو قوي بالنسبة لك بغض النظر عن مين التيتشرز اللي معنا اللي ممكن يتغيره في أي وقت أو نبني فوق بعض أوكي؟ يعني أنا بتخيل في وقت من الأوقات إن شاء الله أنا ممكن نبني الماث كورس ده بطريقة حلو قوي إن عندنا مثلا chapter بيكلم عن ال-linear functions وعندنا ال-class ده بتاع linear functions miss shireen تاني لأن أنا بدأت بيها ك-example أوكي؟ وفعلا في miss shireen miss shireen مثلا بتشرح 75% من block بتاع linear functions خلاص؟ ومستر كريم بيشرح 25% أقدر أنا لما ألاقي فيه teacher تاني موهوب اسمه مثلا ومستر عمر ده عجبتني طريقة شرحه أطلب من مستر عمر إن هو يعمل لنا شرح لنفس الجزء بتاع linear functions ده ويعمل هو 75% برضو وأنا أعمل 25% بتوحي وقاديك أنت كطالب والله أنا عندي block أهو اسمه linear functions شايفو؟ أهو على بعضه بشرح miss shireen بحل الأسئلة بالإضافات بتاعت مستر كريم خلصته؟ أدي بقى نفس المنهج ده نفس الدرس نفس البلوك بشرح مستر عمر وإضافات مستر كريم مين اللي عجبك أكتر؟ اتفرج على ده وتفرج على ده احضر ده واحضر ده وما تدفعش حاجة زيادة هل أنت متخيل نقصه ده؟ طيب ودي كانت حاجة مهمة جدا يعني مثلا أنا أفتكر زمان وأنا طالب لما كنا حتى في الكلية وكده كان دايما يقولك أن فيه المدرس الفلاني أو الدكتور الفلاني شاطر قوي في الشابتر ده بالذات بقيت المنهج مع أي كلام إنما ده هو بيفهم فيه كويس قوي مثلا يعني فكان بيبقى الطالب عايز يحضر جزء مع تيتشر ده وجزء مع تيتشر ده أنا أتخيل أنه ممكن في المستقبل يبقى عندنا الأوبشن ده ويبقى عندك نفس الحاجة مشروحالك بكذا طريقة مختلفة من أكتر من تيتشر يفيدك في النهاية حضرتك بتدخل معي الكورس تدفع الكورس على بعضه وأنا اللي علي أعمله وده يعني التزام مني قدامكم أحاول أوصل لكم المعلومات اللي أنتم محتاجين تعرفوها والحل اللي أنتم محتاجين تحلوه والطريقة التفكير اللي هي أساسية في الحاجات دي كلها بأكتر من طريقة بأحسن طريقة بأسرع طريقة بأفيد طريقة وكل ما لقي طريقة أحسن هدخلها لكم أدخلها لكم أدخلها لكم متخصصين في الموضوع ده تيتش معانا أزوال ودينا أيضا ناس بترد على الأسئلة وده جزء مهم جدا هنتكلم فيه برضو في نقطة تانية إن إزاي تسأل الأسئلة وإزاي التيتشر يرد عليك والكلام ده كله دي نقطة مهمة جدا جدا عندنا طريقة بحيث أنك أنت تقدر تسأل أسئلة في الحاجة اللي في الكورس اللي أنت مش فاهمها تقدر تتفرج على الفيديوز القديمة اللي فيها الحل والشرح والكلام ده داخل نفس البلوك وكمان لو في حاجة لسه مش فاهمها بعد ما تفرجت على الفيديو تقدر في مكان معين تبعث السؤال وأنا هرد عليك أو حد من التيتشرز اللي بيردوا معانا هيردوا عليك وكلهم شغالين معانا إحنا تمام كده؟ تمام ترجمة نانسي قنقر